السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبا بكم متابعين على قناة العرب جلو لينيكس معكم عبد المجيب هذا على اساس ان اتكلم صيني لان اليوم انا توزيعة صينية طيب اليوم انا توزيعة لينيكس او ديب ان طبعا اسألتكم بالتويتر والفيسبوك فقلتوا ب اغلبكم قلنا بقل اوكي مرة ثانية اوكي اختياركم كان جميل جدا بصراحة انا انبهرت بالتوزيعة انا شفتها قبل وسويت المراجعة لكن ما شفت التوزيعة هذا اليو 12.12 اوش الميز بالتوزيعة شكله جديد تصميم جديد واجهة جديدة فيها دليل استخدام رهيب جدا وفيها تعديلات كبيرة من الاخر ما تحس ان التوزيعة مثل غيره مختلفة تماما تماما دعونا نشوف ايش اللي عندنا وش فيه جديد تضبط الشكل تماما طبعا اطارات النوافذ جميلة جدا تصميمة سطح المكتب راحشوف حين كله لكن الاشياء المميزة عندنا سطح المكتب ذا نتمشى فيه طبعا يدعم هو الهوت كيز او هوت كورنرز تماما بحيث انك لو مررت المؤشر في زاوية معينة مثلا راح يسويلك اشياء معينة فمثلا لو مرضتنا الملوس على الزلي الفوق يومين هذه راح تعطينا قيمة البرامج تمام تحت هنا راح تعطينا نوافذ مفتوحة تمام اوكي خلونا نشوف ش عندنا هنا هذه قيمة البرامج طبعا قيمة البرامج من الاشياء الموجودة جديدة بالتوزيعه هذي زي ما انتم شايفين راح نبريك بالتوزيع هذي زي ما تشايف تصنيفات هنا اول انترنت مولتي ميديا غرافيكس بوروكتيفتي سيستم اوتيلاتيز تمام جميل اصراحة هي وتدعم البحث هنا ومجرد ان تضغط بأي مكان فاضي تختفي هذه عندك هذا الزرس اخفاصة حد ما كتبه الاخير مدير ملفات طبعا مدير ملفات هو اعتقد نوتلوس بوت اوكي هاد نسخة نوتلوس الاخيرة عمي ونوغ عادي مغيري اسمه حنا برومجي اتحرر نسوي لنا بي اوكي المتصفح فيرفوكس حاطين حركة جميلة الصفحة الافتراضية لهم جميلة جدا طبعا بغض النظر عن الا انه محرك البحث جوجل و الاخره الا انه جميل جدا انك تفتح تحصل الشغلات هذه قدامك تمام فالشغلات حلو صراحة زي من شايف المتصفح نسخة 22 شفته قبر شوي اوكي قرق نياوس نسخة 22 طبعا بعد التحديث منتاخذ نسخة اعلى لكن انا ما سوى تحديثات رشيلة تبزيعل حتى الان تمام يجيكنا مشغل للموسيقى حقهم مشغل مختلف تماما اسمه ديب ان ميوزك مميز بالبرامج المسويدة ديب انه كل ما تفتح البرنامج يعطيك تقريبا مقدمة عن استخدام البرنامج طبعا هي موز عجابة على الوقت قد تقدر تشيله لكن جميلة جدا لما انت شايف وريك الاشياء المميزة بالبرنامج قبل ما انك تدخل البرنامج اوكي ندخل البرنامج هذا المشغل حقهم صراحة جميل جدا شكله تو يشوف هنا لكنا شايفنا هذا لكن هذا تو يشوفه زي من شايفين يشبه المهدري سراحة مشغل حلو فيه شبه من البانشي يمكن يكون مبني على البانشي لكن شكله حلو ومختلف اوكي منيماس تترائي حل ويدعم منيماس تترائي يعني كنت تشغل شي وتتركه من نزل تحت اوكي في عندك هنا الدي بلاير وهو المشغل الفيديو اوكي هذا هو طبعا ما اجربت اش انواع الاصيغة لشغلهم لكن شغل الامكي في قبل شوية جربت اوكي كنت نشوفوش عندنا هنا اوكي عندنا السوفتوير سنتر اغلبة اوزياءات المبني على ابنتو تستخدم السوفتوير سنتر الخاص بالابنتو لكن هذولا عدلوا على السوفتوير اعتقدروا عدلوا عليه لكن ما ادري هو نفسه ولا لا لكن زي ما انتم شايفين بصلاحة جميل جدا لاحظ عندك هنا يعطيك الابوغريت عندك 196 حزمة بتحديث تمام الاشياء اللي حابت تسويه لتحذف يعني الاشياء اللي تبتحملها شغلات زي هذه اوكي فانت ممكن تبحث عن برنامج بالطريقة هذي مثل ان تبحث عن برنامج جمب مثلا اوكي هذا الجمب ممكن حابت تنزل تحطي الضغط على الضغط هذي راح اضمن نقل البرنامج حطه بالمنطقة هذي بحث انك تجي وتسوي يعني معين اللي هو هو يثبت البرنامج اوكي طبعا انا ما احتاج برنامج لذلك راح وقف اوكي الانستول طبعا الاشياء اللي حابت تشيله طبعا راح اشيب لكم البرنامج المثبتة فانت حابت تشيل برنامج معين بس ضغط على هذا راح اشييله اوكي اوكي هذا الهوم طبعا فيه كومبز لكن ما ادري عددت الكمبز انا تلاحظ فيه تصنيفات هنا البرامج و الاخره اوكي ممكن نيجي احنا نشوف الستنجز اوكي هذا السستم ستنجز تمام تلاحظ انه اقل وشوفت على الصوت انا السستم ستنجز مختلف تماما عن اي سطح كتبت انا شفته فعندك انا كان شفت شغلته اوكي هذي الثيمات فانكم تضغط على اي واحد من الثيم هذي ويقوم يغيره لك بصراحة انا ما فهمت ايش فكرة تغيير الثيمات عندهم اوكي من الاخر يعني ما ادري شو القصة يعني هو تغير الثيم كامل هو ما ادري او يعطيك خلفية بس زي ما تشعب عملا فيه ميزة يعطيك سلسلة صور تتغير مع بعض والى اخير تمام ديسكتوب ستنجز اعددت سطح المكتب اوكي ويش تريد يطلع سطح المكتب اهه حلو اذا مررت الماوس تبلف تطلع هذا اوكي جميل انا كنت احسبه هناك طيب واخر وفي عندك اذا بوتون رايت اوكي هذا راح يطيك نوفر الفتوحة طيب لا تحسن نفاتح برنامج نص اوكي نيو ممكن تسوي نيو فايل صور واخر طيب بالاسم الاشياء الجميلة ايضا بالتوزيع هذي انه سهل التعامل معي مجرد تغطع البرنامج بزر يمين يقول لك اخفا واخر يعني في حاجة هنا ما انتباهد لصراحة او انتبه لا ما أدري نستخدم موارد الجهاز يعني همشي الرام هل يستخدم رام كثير ولا لا اوكي يستخدم فري اوكي تقريبا يستخدم 328 ميجا بس جميل جدا على كل المؤثرات هذي حلو تمام طيب لو افتاحنا تصفح فارفوكس نعطي فري مرة ثانية اوكي مع الفارفوكس طلع 82 ماذا كم طلع قبل شوية نسيت اوكي في شغلة مهمة جدا قبل ما نكتوي اي حاجة التوجيه هذي اوكي راعوا فيها موضوع التعريفات ونتيج مع تعريفات وشعرات زي هذي لكن اذا كنت تقسم بالورمجيات الحرة ممكن تكتب VR MS ثبت البرنامج تمام مو بحاجات كثيرة صراحة مقارنة التوزيعات ثانية لكن في بعض المكتبات الغير حرة اللي هي هذي مع سكايب مع انرار في عندك تعريفات غير حرة مثل التعريفات هذه لكن تعريفات مهمة يعني ما راح تقضي تغير جهازك حتى نتب التعريف اوكي لكن تعريفات مهمة زي ما انتم شايفين يعني حتى الان التوزيع بصراحة مذهلة جدا في شغلة مهمة قبل ما انا نوقف هذا وهو الوزر مانوال ميز توانه اسرح لك الا استخدام التوزيع زي ما نسي طبعا ويعطيك 10% كم يعني كم بالمية من اكمال هذا الدرس فلو دخلنا على الانترو دكشن مثلا راح تلاحظ انه يوريك الشيار تصير هنا فاوكي راح ناخد مية بالمية راح يمشي معك حب يوريك كيف استخدم النظام طبعا حتى لو ما تعرف انجليزي مجرد ما انك تشوف الشكل يكفيك طبعا لاحظ انه نافذة الدخول ترح التام غيرينا نافذة الدخول جميلة جدا تمام اوكي اوكي فيتشر دمليكيشن شغلات زي هذة هو قاعد يعلم على التوزيع زي صراحة التوزيع جميلة مع طيام عشرة تسعة نص لا نقول عشرة بغض النظر عن برمجيات مثبتة قبل شوية سكايب وغيرها والجوجل كروم ما دل ليش مطلع الفيار امس لكن من يستخدم التوزيع هذة كل الناس تمام اذا كنت مستخدم توق جاي للقينو لونيكس حاب تستخدم ممكن استخدم التوزيع هذي لكن بتكون مختلف شوية عن الويندوز ما عندك مشكلة ممكن تاخذ على التوزيع هذي نشوفكم ان شاء الله في درس قادم اي توزيع تحبون استوي مراجعة تابعوني على تويتر لاني بون فترة والثاني اذا حبيت تسوي مراجعة توزيع قول لكم اي استبو من التوزيع مال